يبدو أن بقاء أسعار النفط مترنحة بين الخمسين والخمس وخمسين دولاراً للبرميل الواحد لم يخدم الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوباك هؤلاء وعلى رأسهم السعودية أكبر منتج للخام في العالم يفكرون في تمديد اتفاق تخفيض الانتاج لستة أشهر أخرى وفرة المعروض في السوق منذ منتصف سنة 2014 وتراجع الأسعار بشكل رهيب دفع عضاء أوباك وخارج أوباك للاتفاق نهاية السنة الماضية على تخفيض للانتاج بنحو 33 مليون برميل بدءاً من الفاتح يناير وإلى غاية نهاية جوان 2017 اتفاق تم الالتزام به بنسبة فقط 90% إلى حدود شهر فبراير الماضي إلا أن هذا الالتزام لم يؤدي بالأسعار إلى الانتعاش أمر جعل الخبراء ومعهم المنتجين يؤكدون عدم تحقيق قرار تخفيض الانتاج لأهدافه المرجوة لا سيما وأن أوباك كانت تتحدث عن أسعار بين الستين والسبعين دولاراً بعد دخول قرار التخفيض حيز التنفيذ منظمة الدول المصدرة للنفط تسعى لعقد لقاء في الخامس والعشرين مايه الداخل تحاول خلاله اتخاذ قرار بتمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام الحالي جل الأعضاء يؤيدون فكرة تمديد فترة الاتفاق إذا ملتزم كل المنتجين أمر جعل أوباك تفكر في عقد لقاء آخر على هامش لقائها نهاية مايه المقبل يجمعها بالمنتجين من خارج المنظمة المنتجون المستقلون أعرب بعضهم عن نواياهم في الموافقة على التمديد ما يدعم خطة أوباك ويسير بالاتفاق إلى التمديد إلى نهاية العام الجاري ليبقى التساؤل حول مدى أهمية قرار تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج في ظل عدم تحقيق قرار نوفمبر الماضي لأهدافه القائمة أساسا على انتعاش الأسعار اشتركوا في القناة